أقدت القابضة IDQ اجتماعات تشاورية مع جهاز الاستثمار العماني OIA الصندوق السيادي لسلطنة عمان لمناقشة الفرص الاستثمارية الواعدة في مجموعة متنوعة من القطاعات وكشفت كل من القابضة IDQ جهاز الاستثمار العماني عن اتفاقية شراكة بقيمة 10 مليارات درهم لتمكين الاستثمارات في قطاعات ذات اهتمام مشتركة بين البلدين كما وقعت القابضة IDQ والمجموعة العمانية للاتصالات وتقنية المعلومات إذ كاء والمملوكة للجهاز الاستثمار العماني مذكرة تفاهم لتأسيس صندوق رأس مال استثماري بقيمة 592 مليون درهم للاستثمار في شركات التكنولوجيا ذات الإمكانيات النمو المرتفعة في سلطنة عمان وفي هذا الإطار حدد الطرفان فرصا استثمارية أولية تتجاوز قيمتها 30 مليار درهم على أن يتم تجهيز دراسات ودراسات الجدوى لكل منهما